إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله إن كمال الإنسان لا يتم إلا بأمرين اثنين أحدهما إتقان العمل وإحسانه وتجويده والأمر الثاني الثبات على ذلك والدوام عليه حتى الممت يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ففي قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الأمر بإحسان العمل وإتقانه وتجويده وفي قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الأمر والحث على الدوام والثبات على ذلك فإن كمال الإنسان لا يتم إلا بأحد إلا بحذين الأمرين فإذا كان أحدهما ولم يكن الآخر لم يتم للإنسان كماله فالله سبحانه وتعالى مما اتصف به إتقان العمل فالله سبحانه وتعالى أعظم من أحسن من أتقن عمله وأحكمه فسنع الله سبحانه وتعالى كله متقن يقول الله سبحانه وتعالى وترى الجبال تحسبها جابدة وهي تمر مر السحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الذي أحسن كل شيء خلقه وبدع خلق الإنسان من طين فالله سبحانه وتعالى هو أحسن الخالقين هو الذي خلقنا وصورنا وأحسن صورنا فهو متقن غاية الإتقان في كل أفعاله وأعماله وصنعته فلذلك أمر عباده أن يكونوا متقنين لأعمالهم محسنين لها محكمين لها غاية الإحكام وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولذلك جاءت توجيهات نبوية شريفة تأمر المسلم أن يكون على أعلى مرتبة من الإتقان والإحسان لعمله فالإحسان يمثل القمة العليا لهذا الدين ففي حديث عمر حديث جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فالإحسان هو قمة هذا الدين فلذلك جاء في آخر الحديث إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فدل على أن الإحسان وهو إتقال العمل أن تعمل بمراقبة الله سبحانه وتعالى ومشاهدته أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه غاية الإحسان وغاية إتقال العمل أن يكون ضمير المؤمن مستيقذاً حياً وأن يكون شعوره حاضراً حينما يعمل يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه في هذا العمل وأنه سيجازيه عليه إن كان محسناً فيه أو مسيئاً فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فالله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالنا فسيحاسبنا عليه فعندما نكون على شعور بهذا دائماً فإن ذلك سيكون دافعاً لنا على إتقان أعمالنا فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث أمته دائماً على إتقان أعمالهم الأعمال التي بين الله بين العبد وبين ربه والتي بين المخلوق وبين المخلوق من جنسه فلا بد أن نكون في هذا محسنين متقنين له فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب الأجر والجزاء ومضاعفة الأجور رتبها على إتقان الأمل رتب كل ذلك على إتقان العمل ففي حديث عثمان الذي أخرجه مسلم من توضع فأحسن الوضوء من توضع فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أغفاره كذلك رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يسلي وينقر في سجوده ولا يتم ركوعه ولا سجوده فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو مات هذا على هذا لمات على غير ملة الإسلام واعتبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من سلاته فقال عليه السلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود والنساء أسوأ الناس سرقة أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في سلاته قالوا يا رسول الله كيف يسرق الإنسان في سلاته فقال أن لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا سلا ولم يتقن ولم يحسن سلاته أمره أن يعيد سلاته فقال له ارجع فسل فإنك لم تصلي ارجع فصل فإنك لم تصلي هكذا ثلاث مرات وفي الثالثة قال والله لا أحسن غيرها أي لا أتقن غيرها علمني فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة من التكبير إلى التسليم بواجب أركانها وواجباتها وهكذا في الصيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الصائمين أن يتموا سيامهم كما قال الله تعالى ثم أتموا السيام إلى الليل أمرهم بإتمام الصيام وإتمام الصيام هو إتقامه وإحكامه وبلوغ الغاية في إحسانه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه فليس لله حاجة في أن يترك طعامه وشرابه كذلك في الحج وفي العمرة وأتم الحج والعمرة لله كذلك في جميع الأعمال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته أن يحسنوا تلك الأعمال فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عباس يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حتى في القتل وحتى في الذبح أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقن الإنسان ذلك فلذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث حسن أنه قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وفي حديث عائشة إن البيهق إن الله يحب من العامل إذا عمل عملاً أن يحسنه فقيبة المرء ما يحسنه ويتقنه ولم يكن من العيب عيباً بلغ غاية القبح والشناعة كعيب من ينقص من عمله وهو قادر على إتمامه كما يقول المتنبي ولم أر من عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام فلذلك فلذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حذر عباده من بخس الناس أشياءهم ففي قصة شعيب عليه السلام أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن من عوائلهم القبيحة التي أخذهم الله تعالى من أجلها وأهلكهم بخس الناس أشياءهم فنبي الله شعيب عليه السلام حذر قومه من ذلك وقال وأوف الكيل والميزان ولا تبخص الناس أشياءهم ولا تفسدوا في العرض بأضع إسلاهها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم مؤمنين وقال ويا قومي أوف المكيال والميزان بالقسط ولا تبخص الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وفي موضع آخر وزنوا بالقسطاص المستقيم ولا تبخص الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قرن النحية عن بخص الناس أشياءهم بالإفساد في الأرض والسعي فيها بالفساد ولا تبخص الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض وفي الأرض بعد إصلاهها فلابد للإنسان أن يتقن العمل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه ويتقن العمل الذي بينه وبين أخيه فلا ينخص أخاه شيئا ولا ينقص له من حقه فإن الله سبحانه وتعالى سائله عن ذلك يوم القيامة فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم شكرا للمشاهدة 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 فإن الله سبحانه وتعالى عليه شكرا للمشاهدة 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 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي 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 قنقر كان قد يبرنا أبا ينكسا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر